مرحبا بكم اعزائي معنا في فيديو جديد كيف ما كاتشوفو كان دين وجدو الخليع الفاسي بالطريقة الاصيلة من يدين الوالدة ديالي اللي هي فاسية هالفيديو هادا تقريبا استغرقناه شي خمسيان باش نصاوبوه كيف ما كاتشوفو اه ديال كاتشوفو بان الخليع كياخد وقت طويل باش يتصاوب لان خاصو ينشوفو معايا المراحيل باش تفهمو اه اه لديو كيف ماش نبدو كيف ما كاتشوفو عنا هنا هاد طريفات هادو مقطعين طوال بحال هكا شحال ما كنورقا شحال ما كيساعدونا على انهم يبسوا ضغياء في الشمش وعلى انهم كيطيبو بسهولة والاهم من ذلك انهم ضغياء كي نشوفو نو قطعنا لذيك اللحيمات ونبدو بالتوابل اللي هما جوج معالك كبار دلقصبور يابس ثوما بقشورها الملحة ثلاثة دلمعالك كبار والخل تقريبا ربعه دلمعالك دلخل هادو هما اللي غادي نقددو فيهم غادي نحطوهم فوق ذاك اللحم فكرة انهم بداية هادو ما شدينها هاي خسلناها شدينها بكشورها ودريتها في هاد الاباراي اللي جيت الوجبة انا اناني باش نجربها باش نشوفوش هي اصلا فعالة ولا لا لنك هاد الاباراي خديتها اللي هي نظر ما كتفرم اللحم كتفرم القطبورو مع النوس توما البسلا لنوب اليوم ما جربتها في هادو ما اللي بغيت كيف تشوفو بكشورها غفرتتناها بهذا الاباري هادي وغادي نشدوها غادي نضيفوها على ذاك اللحم ديالنا تقريبا هنا جوش كيلو ديال اللحم هادوك الطريفات مقطعهم من جهة ديال ضلعة من جهة ديال العنقرة هنا يزد القصبور يابس مدقوق والملحة ديالي وكيف ما غادي تشوفو تالخل دفناه بيانشور وغادي نبدو نخلطو مزيان حتى نتأكدو بان كل طرف مدك اللحم خدا الكمية ديالو ديال القصبور اليابس والملحة والخل والثومة غادي نبقى نعلك نعلك بحال هكا ونخلط تقريبا شي ربع ساعة لحنا اللي بقات الوالدة كتخلط بحال هكاك باش كل شي ياخد حقو من ذاك التطبيلة كيف ما كاتشوفو هاد اللحم من اللي غا نساليو غادي ننشروه كلها فين كي نشرف السطح في البالكون هاد اليابات كانت صهد بزاف دونك ما خدا ناش وقت طويل تلت ايام اللي خدا لنا ديال الوقت باش نشف كنا كل نهار نشروه في النهار يتشمش وفي الليل تنجمعوه ولا يمكن لكم تديرو عليه ميكا تدرقوه الأساسيال انه ما يبقاش في الصمراء باش ما يعودش في زك هنا من بعد تلت ايام كيف ما كاتشوفو رجعت لقيتو بانه ناشف يبس هاده هي هاده هو الطريقة باش بغيتو انه يكون ناشف على هاد الكيفية هاده كيف ما كاتشوفو كيتقطع رقيق وطويل باش كيتنشر نشروه نشروه نجمعوه في الليل الى ما تنشوفو بانه اتنقى اه ما كاتشوفو بانه نشف هنا كيف ما كاتشوفو شديناه اليوم الثالث وحطيناه في البانيو غادي نبقى ونغسله فيه ونعوده ونغسله فيه ونعوده من ذاك الغبرة حتى يولي لما عندنا صافي ونقيت ما كنعرفو بانه ما بقاش فيه ذاك الغبرة ما بقاش فيه ذاك الغبرة ما بقاش فيه ذاك الغتار ديال الحشرة اللي كانوا كي يقفو عليهم وهذا كي يتغسل مزيان وعاده يمكننا نستعمله هنا التوابي اللي غا نستعمله جوج مع الكبار ديال القصبور مطحون هنا نصف راس ديال التومة مطحونة جوج معالق ديال الملحة وشويات الكامون وهذه كيف ما كاتشوفو هي ديال الشحمة قطع تهرقيق قفر متهرقيق باش تسهل علي انها هاد غيات دوب في الطياب هنا لترو ديال الزيت البلدية و لترو ديال الماء اللي غا نطيبو بهم كي اللي كي يطيف كوكوت كي اللي كيدير في الطنجرة اللي حبيتو و اللي واجد عندكم لونك على براكات الله كنشدو اول مرحلة هي الماء اللي ترو ديال الماء كنكبو في هذيك التنجرة ديالي و كنخليه حتى تيغلي ها هي رجعنا معاكم ها هو الماء اللي بدك يغلي غا نضيفو كمرحلة اولى الشحمة هنا يلقيت بانني كترنا الشحمة يعني غا ديال الشحمة غالبة على اللحم بزاف لونك غا نضير تقريبا تولوتين ديال الكمية اللي شتوفو في التبصيل تبعو معانا المراحل تال اخر الفيديو هنا غا نضيف لحم اللي غسلتم زيان و قطرتوه شوية و غا نكبوعو تاني في الشحمة ديالنا و الماء هنا تقريبا واحد شو كيلو ديال اللحم غا نضيف التوابل ديالي في المرحلة الاولى غا نضيف داك نص سرس ديال التومة اللي مطحون و غا نضيف الملحة رضو لبال ما ديروش الملحة بزافحة وضيجة مرقد في الملحة و غا يبقى هنا يلقي صبور ليابس مطحون و شوية الكامون هنا يلقي الكوكوت غا نستعليها ثلاثين دقيقة باش يطيبنا تقريبا غا يطيبنا هذك اللحم هنا يرجع نمور هذك ثلاثين دقيقة كيف ما كتشوفو حلينا لقنا بان المستوى ديال المهبط غا نضيفو دابا الليترو ديال الزيت البلدية كيف ما كتشوفو هذي نضيفو الليترو كامل الزيت البلدية ضرورية تقدرو تستعملوا الزيت الرومية ولكن ما غا يكونش عند الخليع ديالكم نفس المضاق اللي كيكون بالزيت البلدية و غا نضيفو دابا القصبور اليابس مرحلة الزيت و القصبور اليابس غا نحرك واحد شوية باش يتخلط القصبور اليابس مع اللحم الاخر و غا نستع الكوكوت عو ثاني ثلاثين دقيقة اخرى نستع الكوكوت عو ثاني ثلاثين دقيقة نعودوا رجعوا لكم من بعد ثلاثين دقيقة رجعنا لقينا بانا هنا خاصة نكون نتأكده بانا ما بقاش في هالما كيف ما كتشوفو ضفت الكامون يعني سافي طاب ديال الحم ديالي كنضيف الكامون باش كتبقى ديال كامون فالخرزوينة هنا ياش ناس القدام كانوا باش كيتأكدوا بانا ما بقاش في هالما كانوا كيديروا فتيلة و كيشعلوها هنا ياشنو احنا قيل الطريقة اللي درنا هي انها عرينا على كوكوت وخلينا هاد زيت تبخ باش نتأكدوا بانا هادك المهو اللي تبخر سافي بقى غيز زيت وليدام ديك شحمة اللي دابت نو قطفين على بوطا و حاجة واحدة عليش خاسنا نتأكدوا بانا ما بقاش في هالما لانا لابقاش في هالما غيز يغمالنا داك الخليع نو قدروري من الاخر وحد عشرة دقائق نعري الكوكوت ونخليها تبقى هكا كتفو كتب باش داك الما كيتبخر هنا بردلينا الخليع ديالنا غادي نعمروه في القريعات كان بدو بتطريفة ديال الحم هوا من الولا من التحت عادي كان نعمر عليهم هادك اليدام اللي هو الشحمة والزيت البلدية كان نغطي عليه بليدام ديالو وكان خليه حتى تكون ذاك القشرة البيضة اللي كتكون بالفوق عادي مكلي نسدي إليه لانا لا سديت عليه هو باقي بحال هكا هادك البوخر ديالو كي عاود يرجع ليه وكي يغمالينا دونك خلي واحد شوية عريان بحال هكا حتى تتأكدي بأنه برد عاد كنسد هكا خاصو يولي مسدود عليه بليدام عاد كنسد وكيتقدم بيانسور مع البيض كنعمره بالملاوي بالشحمة اللي حبيته وبصحة وراحة تابعونا دائما للمزيد وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة